الله ما نعارف الواحد بدي يعمل فيديو واثنين لحقهم الثالث الصحيح بيلاقي حاجة جديدة بيحب يعني الكل يشوفها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندة من قناة إيهاب تيفيكي في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم كنتم قررين نعمل فيديوهين ولكن شاءت الأقدار أنه نعمل ثلاثة الفيديو اليوم عن ثيم هذا الثيم الصحيح اللي عمله بقى يعني مزاجه رايق لأقصى درجة مميزات لا حصرة لها علي الطربوش بتلاقي بمميزة تاني يعني تقدر تقول للمميزات يعني أعداد عشرات الميزات نشوفه مع بعض وفي عنا كمان ثيم أعطيكو إياه باللغة العربية هعطيك واجهة لغة خلفية بلغة العربية تمام في أن كلام أو في عندي كلام بس كلمتين بالنسبة لتطبيق الحماية اللي نزلنا اليوم بنصح كل واحد يطبقه عنده لأنه هيعمل عندك شغل حلو طبعا تنزيله بيحتاج اللي هو للروابط اللي أنا حطيته مع اللي هو اكتيفتي لانشر عشان يظهر عندك لازم تحط خلينا الآن نروح إلى الفيديو طبعا بالنسبة للفيديو للأكتيفتي لانشر والتطبيق الحماية حطوه لك كمان في العالم البيضاء إذا أنت ما شفت الشيطي طبعا هذا ثالث رقم ثلاثة للفيديو اليوم الفيديو الأول اليوم هو اللي كان فيه له اكتيفتي لانشر وتطبيق الحماية مع اللي هو الشرح كله خلينا لا تنسى الله واشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب عشان يصراك كل جديد وخلينا نروح إلى الشرح العملي بسم الله الرحمن الرحيم الثيم الأول خلينا نشوفه كيف كفه الثيم إيش كاتب أنا هذا من فضل ربي وأنا بالانجليز كاتب إيش كاتب أقولك أنه يعني مجرد صلاة واحدة ستغير الأمور وهذا الثيم هذه الشاشة القفل شايف كيف الألوان تبعتها وعنى لو فتحنا الأيقونات كلها تتغير معك مركز التحكم مش هيتغير معك لكن الأيقونات كلها تتغير معك وهي الخلفية وهي الساعة وهذا الثيم يعني عجبني كتير فحبيت أطرحه عندكم عشان تحطوه على أجهزتكم خلينا نيجي نشوف اسم هذا الثيم اسمه إسلام كوت اختباس الإسلام تمام؟ هذا اسم الثيم نيجي للي بعده الثيم الثاني زي ما انتم شايفين هذا اللي بدنا نشرح عنه وهيخد معنا وقته اطلعوا معي شايفيني الشكل اللي عندنا؟ اللي هو شكل الساعة وشكل هذا اللي هو اللي في الداخل مش اللي هو لوحة القفل تمام؟ لو جينا عملنا في لوحة القفل نشوف لوحة القفل لوحة القفل هايها فيها الآن شغل لوحة القفل هاي البتري والشغلات هذي اليوم الجمعة والسبت حلوة وعمل نقرتين زي هيك وهنا ظهر عندي شغلات وعملت زي هيك نقرتين طبعا طلع ايش ظهر عندي؟ طلح الحاجات اللي يعني لا تعد ولا تحصى اول حاجة اللي هو في عندنا اللي هو هادي اللوحة في عندنا هنا حاجة اللي هو شينج والبيبر الخلفية لو ضغطت هيك طلع الخلفية ها تمام ها ها اسحب لتحت عشان تشوف اللي وراء اعمل زيك ها طلع الخلفية ايش بصير فيها شاشة القفل هادي ها تسحب لتحت عشان تشوف كيف صارت عشان تقيم يعني ها طلعها كم لون بدي يظهر عندك هادي هيسودة هادي وهكدا هادي بتغير الكلخ الخلفية اللي هو هو الوراء لو جينا هنا عملنا نقرتين زي هيك ها شفين الساعة نقرتين اجتماعي في الساعة نقرتين بتطلع Haha ع الفوق او نقرتين بتخلي الساعة في المنتصف لو نقرنا هنا نقرتين طلع تحت هنا اللي هو عندي الشحن هاي ستوتشيلة لحالها او انت بتغير فيها حسب ما بدك لو ضغطنا هنا نقرة مسلا بتغير معلومات الطقس هاي معلومات الطقس بنكون تروح وممكن ايش هادي Typ علومات الطقس هنا هي راحت مسلا تمام 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 لو نقرنا هنا زوم اللي هو هنا زوم يعني بتكبر شايف الثواني اللي بتعد ممكن تكبرها وممكن ايش ازغرها تمام بتكبرها وبتزغرها زي ما بدك بالنسبة للثواني هنا وهانا في عنا اللي هو كمان ممكن تحرك الثواني ها 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 شايف تتحرك انت شايفها هاي الثوان ها هاي بتتحرك ها تحرك الثواني زي ما بدك وهانا ممكن تغير هذه القطرات تخليها. تمام؟ او ممكن تشيلها زي ما انت بدك. ها. هي ممكن هيك موجودة. ها. 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 بدأ خليها تروح. هايها راحت. فانت يعني مخير في الموضوع. لو جينا هنا الوان الساعة طلعوا. شايفين الساعة? ها. هاي الساعة كيف لونها? ها. هاي الساعة كيف لونها? ها. هاي خضرة. بتغير يا حبيب. يعني الساعة كمان. اه ما عدا الثواني طبعا. الثواني بتغير كمان لونها. ازا بدك. وهنا ممكن تغير الالوان. طلعها كيف الالوان يكون الايقونات اللي عندك. يتغير الوانها. وتلعب في الالوان زي ما انت عايز. حاجة لوز اللوز. اي لون بعجبك وتحطه. وهذا احنا حكينا عنها الويل بيبر بتغير اللي هو الخل. هادي بتغير الخلفية. الخلفية زي ما بدك احكينا عنها. الخلفية اللي هو الشاشة القفل. وهنا ممكن تغير الساعة. شف الساعة? هاي الساعة تحت. هاي الساعة صارت فوق. فبتحرك الساعة من اعلى الى اسفل. وهنا الوان الثواني. طلع الثواني هنا مثلا. لونها ابيض. هاي لونها نفس لون الساعة. اللي ما بتغير الوان الثواني زي ما انت عايز. عندك الوان تختار اللون البدك ايه. ولو حسيت حالك كيف الخلفية هذه حلوة. رائعة. لو حسيت حالك متخربط وخربطت الدنيا ولا حاجة. هاد الشاشة القفل. تنقر عليه نقرتين. نقر هان نقرتين. وبتيجي هانا في حاجة اسمها هادي اللي هو اللون اللي هان الفوق. بترجع كل شي. كل شي برجع كما كان. هذي اللي هو هيك. رجع كل شي اللي هو زي الاصل. هيك الاصل. وهنا ممكن تغير الخلفية اللي هو فوق هاي مطر. هاي دوائر. البدكية بتغيره كمان من هنا الخلفية اللي موجودة عندك هان. الدوائر. المطر. الشتاء. انا عارف البدكية بتغيره كمان. وهي الشاحن محطوط. هاي شكلها ايش? الشاحن. الشكل. هاي معطيك اللي هو ثلاث شحطات تحت. شايفه. المهم فيه عندنا خيارات واسعة هان. خلينا من الموضوع. خلص خلصنا. نقرتين بس. بتيجي هانا تحت لو سحبت زيك في شاشة القفل. بيجيك حاجاتي هانا بلورتوس. هانا لو جينا بدك تشغل اه اي حاجة موجودة. هاي الاعدادات. هاي الواي فاي. هاي الحاسب. هاي الموسيقى. يعني هانا لو شغلنا الموسيقى كمان بتشغله من هانا. ها. ها. هيك بتوقف. هيك بتشغل هيك بتوقف هيك بتشغل. تمام. هذا بالنسبة للي هو اشتغيل الموسيقى والميكروفون والواي فاي. هانا كله بتعمل زي بتنزلها. بتنزل هيك بتطلعها. هذي يعني مركز تحكم في شاشة القفل. تمام تمام. خلصنا الآن من شاشة القفل. فيها لسه حاجات تاني. بس خلينا نخش على الموضوع التاني. لو خشينا جوها هتلاقي ايش اللي هو هذي. هذي بنكون تحركها كمان. طلع كيف. بدي انقلها وين ما بدك تنقلها. تنقلها هنا. بتنقلها وين ما بدك. وموجودة هايها عندك كمان. هايها نقلناها وهيها هنا. تمام. لو جينا شوف ايش وضحة هذي. يعني ايش وضحة. شوف وضحة. وكمان حاجة انا لو كانت مسلا عندها هايها فاضي. بدي احط فيها حاجة بتعمل زي كمان من نفس اللي هو الثيم. وعلى الاضافات وبتيجي هان هي الثيم. وين الثيم اللي هو بدنا نيجي ناخد اللي هو هذه تاعت الثيم. ونيجي نحطها وين ما بدنا هي خلنا نحطها نشوف تيجي هان. هان مش هتيا هي تمام. هي اجت. و بتحركها زي ما بدك اللي هو هي وتحركها تحت فوق. الحين خلينا نشوف اش فيها. الان طبعا هين بتعلم الساعة. الحين بتعلم البطارية بس عشان نحطت الجديد. الان لو جينا نقرتين نفس الاشي. نقرتين. برضو نفس الاشي بس ايش? عندنا شريط اصغر. وهانا بتتحكم نفس الاشي بالخلفية. وشوف ايش معاي هان. طلع معاي. تحكم في الساعة. طلع كيف شكل الساعة بدي تغير. طلع شكل الساعة. شكل الساعة قاعد ايش? بتغير. اشكال والوان يعني حاجات وتخطرش عبالك. بالنسبة للارقام هنا اللي عنا. تمام. خلينا نشوف اي حاجة بدك ايها حطها. تمام. طلع حانا لو ضغطنا هنا نقرأ. والبيبر اللي هو ايكون الايكون. طلع الايقونات الطقس. طلع ايش في تصير الان? هي ايقونات الطقس. وهنا بتتغير. طلع ايش صار معي. خلينا نطلع منها. هيك وتطلع منها. كيف الساعة? الساعة خرافية صار شكلها. الصحيح شكلها رائع جدا. وممكن تخلي شكل الساعة الرقمية شايف كيف شكلها مع الساعة اللي هو العقارب. ممتاز جدا. وممكن كمان تخلي شكل الساعة كمان عندك زي هيك. كيف شكلها? رائع جدا. ولا حاجة بتنقل نقرتين هنا وبتنقل بتلعب هنا في الساعة زي ما انت عايز تكبر تزغر. يعني في عندك ازا طلخ بطت بتعمل فالموضوع مش صعب انه بس كله نقرتين وانقر وبس. وممكن تعملها زي كله من وين من هنا. من عندي حاجة اسمها تمام? وهي كلوك ستايل كلوك ستايل. بتعمل من كلوك ستايل بتعمل ستايل بالدكية. ممكن تعمل هزا كمان هيك البوصل هي البوصل اللي جوه شايف تروحه بتيجي. وهي هنا بتكتب اليوم الجمعة ازا بدك تحطها كمان التاريخ. والزوم هنا. الزوم بتكبرها وبتزغرها. هي بتكبر تكبر وغمقت راحة. وبترجع تاني. وهان الستايلات اللي انت عايزها بتحطها. لو جينا هنا على حول الهاتف. في حاجات كتير يبوا دربالك يعني انا يعني مش هنقدر نصلهم كلهم. اه هنا بتلاقي انه جزاء لك عمل لك اللي هو فصلات يعني ترا كيف هنا عمل فصلات بين اللي هو كل واحد اللي حالها جزاء زبطها يعني. وهانا بالنسبة لله الدولة لهذا الثيم الدولة الدولة انا حاطت فلسطين فانت حط البدك اياما كنتيجين. المهم اللي هند بتلاقي عليها كل حاجة. واسم هذا الثيم خليني نيجي نشوف اسمه. واسم هذا الثيم هاي امامكم. نونج ستايل نومبر تو. هذا اسم هذا الثيم الرائع والراقي جدا جدا. يحترم. انا لحتى الان ما اعطيته حقه. انا هذا الثيم لحتى الان ما اعطيته حقه. فبتشوفوا انتو لحالكو بتشوفوكو هتلاقي الامور تاني هتلاقي معكو كمان صحيح رائع جدا. جدا جدا. نلتقي في فيديو جديد. وحطوا لايك واشتراك وفحل الجرس. احنا نصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. ما عليش طابلنا عليكم. خاص من عنا شو خطرنا. سلام.